تعليقا على البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية توضح وزارة خارجية مملكة البحرين جملة من الحقائق من أهم هذه الحقائق أن المملكة تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة وذلك ضمن سياستها العامة لكفة الخطط والبرامج الوطنية وإنشاء الآليات والمؤسسات التي من شأنها دعم وتعزيز واحترام تلك الحقوق والحريات والعمل على تفعيلها كونها تتصل بالإنسان نفسه الذي يعتبر اللبن الأساسية لبناء المجتمع المتوازن الذي يحظى كافة مواطنيه بحقوق أساسية ومتساوية وتؤكد وزارة الخارجية أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة وتوفر كافة الضمنات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد الأعمد الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير في المجالات كافة وكونها حجر الأساس لإقامة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين كما أن حرية الرأي والتعبير دعامة بارزة في نهضة المملكة ومن ركائز النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ظل مناخ انفتاح الديمقراطي والإعلامي الذي تتمتع به المملكة حيث أن الدستور والقانون يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية وضمن الضوابط المهنية والأخلاقية والمواثيق الإعلامية المتبعة دوليا وتؤكد وزارة الخارجية أن مملكة البحرين قد تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة وبمبادرات نوعية أحداث عام 2011 وأثارها وتداعياتها وذلك بفضل حكمة قيادتها وقوة وتلاحم الشعب مع القيادة في مختلف الظروف والتصدي الحاسم لكل من حاول شق وحدة الصف وأبعدت خطر الطائفية تماما حيث سيظل شعب البحرين كما كان شعبا واحدا يحمي وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته وليكون للطائفية والتمييز العنصري موطئ قدم أبدا وتشدد وزارة الخارجية على أن المملكة ماضية بمنتهى العزم وبإيرادة قوية في مسيرة النهضة والتقدم والتنمية معربة عن اعتزازها بالعلاقات المتميزة والوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبحرصها الدائم على الارتقاء بهذه العلاقات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم